علمي غير جراحة في حلول علمية في أوزان ثانية زي الرجيم والرياضة وواء الأخيري تمام لكن في وزن معين الجراحة الجراحة هنا في أسئلة تحيط بها كثيرة هيكون دمحورها النهاردة مع ضيفي العزيز واحد من الأسماء اللامعة في عالم جراحة السمن الحياة بيبهرني بأسلوبه العلمي الرائع جدا كأكاديمي محترف بلا شك وطبعا أكيد بنستمتع بالاستماع إلى قصصه العلمية المبثقة عن عمل جماعي عمل جد جدا عمل كادي جدا وفي الكثير من الأخذ بالأسباب اللي هي موخصها التكنولوجيا المتقدمة والعامل المساعدة التي تكفل في النهاية إلى عملية جراحية ناجحة للغاية القيمة العلمية المتميزة والإسم اللامع الأستاذ الدكتور كريم صبري واستاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة الدولة في جراحات السمنة بـ SRC منورني يا دكتور كريم سعادة جدا طبعا أنا عارف أنه ده رمز SRC صح؟ الإجيبشن سوسيتي الـ SRC كان الباجي الباجي اللي فات ماشي دي أنت حريص على أنك تعمل ASRC ده الـ SRC هي يعني دي مؤسسة أمريكية بتقوم على تقييم معايير الجودة في مراكز السمنة ويمكن فيها تخصصات تانية مختلفة يعني أنصح كل التخصصات أنها تحصل على الـ Accreditation ده ويتكون يعني شغلها تفقى للمعايير الدولية اللي هي المنصوح بيها دوليا الـ SRC هي مؤسسة قائمة على أنها تطبق كل معايير الجودة في مجال جراحات السمنة بيقيموا التيم اللي هو ده تيم متكامل في يعني تغذية علاجية في علاج طبيعي في التخصصات اللي هي المتكاملة لإجراء السمنة أو إجراء جراحات السمنة حتى التمريض بيشوف يعني المؤهلات بتاعته طريق التعامل مع العيان وبيقيموا ده عمليا بيشوف تجهيزات قدر العمليات اللي تجرى فيها الجراحة هل الترويزات دي يعني مؤهلة للإجراءة ولا لا تعالى سبيل المثال اللي تبتشتغل بأدوية إيف البنك تقييم دكتور التغدير نفسه هل هو مدرب على إجراء جراحات السمنة ولا مش مدرب ولا هو يعني من الناس اللي هي الهوية يعني للجراحة فيه كمان أنت جراحيا أنت بقى بتحضر العيان بإيه إيه الفحوصات اللي بتطلبها من العيان هل هي تبقى للمقاييس الدولية ولا لا المنصوح بها دوليا بتدي إيه للعيان أنت كجراح يعني بتدي له إيه تعليمات ما بعد العملية العيان بيبدو أنك كم ساعة في المستشفى بتمشي بتدي متابعة كل قد إيه كل أصبعين ولا كل شهر ولا بتدي متابعات لمدة ستة شهور ولا كل سنة ولا بعدين يعني طبعا دي تقييم كامل لمنظومة العمل ومنظومة الإجراء الذي يجرى العيان زي نظام الجودة في أي مؤسسة ثانية أو يمكن في المصانع في المستشفيات في الحاجات إحنا لنا برضو تصنيف جودة دولي اسمه الـ SRC دي مؤسسة أمريكية تقوم على التقييم وأنصح كل التخصصات على فكرة في مجالات مش بس السمنة في النساء في الجراحات الأخرى يعني يمكن مسالك أو أي تخصص يعني أنصحهم بي أن هما ياخدوا الـ Accreditation ده دي حاجة تقييم دولي ويخلي فعلا إحنا كلما زادت عدد الشهادات عندنا في مصر هي تبقى يعني إحنا نبقى ريفيرا للناس التانية لأن العين الأجنبي بيبقى عايز يعني مركز Accredited أو مركز حاصل على الجودة يعني اللي هو بيطبق الحاجات اللي بتحصل فيه كل أي مكان في العالم هو هل دي مطبقة عندك ولا لا إذا كان مطبقة هو اللي لا ييجا عندك أنا وبالعكس ده مصر هي مقصد لكل الدول العالم بما فيها من أماكن سياحية مميزة من خدمة طبية قد تكون منافسة شوية للأسعار العالمية خصوصا في مجال الجرحات السمنة يمكن تغيير العملات أو الحاجات طبعا أو فرق يعني الحاجات الاقتصادية عندنا أرخص شوية من أماكن بره فإذا كان هناك يعني يمكن تقييم دولي مراكز معتمدة أماكن آمنة بلد آمن أماكن سياحية عالية أسعار قليلة إحنا يمكن يعني مقصد لكل دول العالم وخصوصا لدول الخالجية وكل الأماكن الجوار يعني بتقصد مصر ليه ما فيها من مقاومات يعني طبية قويسة لو بدأنا ورنا النهاردة بمنطقة المريض الشاب الصغير اللي كبر بسمنة وسكر ما هو عنده لتنين وده بقى موجود كتير يعني بيجي لك حالات كتيرة عندها 25-26 30 سنة وعنده سمنة وسكر سكر من النوع الثاني حتى من النوع العول عنده سمنة فبيكون جايلك بمراضين وجاي بتخوفين تخوف السمنة بكل مشاكلها وجايلك بتخوفات السكر السبتة اللي هي في الثقافة بتاعته كيف تتعامل مع هذا النوع من المرضى وما هو اختيار العملية الأنسك له حقيقة بتبقى ضيلمة كبيرة جداً ومحتاجة تقييم كويس لأنه أحياناً بيبقى يعني محظوظ لو عنده سمنة وغير محظوظ وبخلي الواحد فعلاً قلبه متقطع عشانه لأنه بيبقى الطفل الصغير اللي هو مولود بالسكر ويعني ما عندهش وزن أصلاً نحيف ما عندناش حل للأسف يعني يكون يعني مفيد بالنسبة له لأن النحافة تعالي أنت مالكش حلول يعني جراحية إذا كان هناك وزن زايد يبقى أنت عندك حل من اثنين يا إما تكون سكر من النوع التاني وهنقيم ده بقى بسيب بتاعته بفاصل والهومة والأنتجاد كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض أنت نوع تاني هتبقى من أكثر الناس حظاً لأن أنت هتخلص من السمنة وهتتخلص من السكر في عملية واحدة بس اللي هي تحول المصار طيب أنت بقى لو لو شاب صغير وعندك وزن زايد وسكرك من النوع الأول ما تيقس عادي خالص هتنزل وزنك وسكرك هيتحسن لكن مش هيروح يعني إذا لو كان نصيبك أن أنت يعني زي معظم الناس اللي هي عندها سمنة مفرطة ودول أكتر من 80-90% من فضل ربنا يمكن على البشرية أن السكر من النوع التاني هو الأكثر انتشاراً في العالم مش عندنا في مصر بس يمكن في العالم هو الأكثر انتشاراً وأكتر الناس فيهم بنسبة 80-90% بي عندهم سمنة مفرطة فأنت أكثر الناس حظاً هتنزل وزنك وتعالج السكر تماماً وده نصيحة لكل الناس المصابة بالسكر لو عندك شوية وزن نزل وزنك وعلى فكرة يمكن الإفسو من آخر يمكن من ثلاث سنين قال أن الناس اللي هي مش لازم كتلة جسمها يبقى في معدل 35-30 عام السكر ممكن يبتلي من 30 و32 في بعض الأماكن ممكن يبتلي عمل يعني أنت ممكن 20 كيلو زيادة فوق الوزن الطبيعي اقسم وزنك على طولك مروتين لو كاسر الثلاثين وعندك سكر غير منتظم لتوصية الإفسو اعمل عملية لعلاج السكر ميتابوليك سيرجري أو عملية هدفها هو علاج السكر وهنزل شوية الوزن زي دي طيب أقل من كده يعني مش هتبقى مستفيد قوي ربما عملية تحسلك السكر بس هتنحف قوي يعني أقل من الوزن ده هتلاقي برضو فيه نحافة أزياد بالرغم أن السكر هيتزبط لأن هي نفس الطريقة التي تشتغل فأنصح طبعا الشباب أو حتى الناس الكبيرة اللي عندهم وزن وعندهم سكر من نوع تاني اعمل عملية ما تفكرش اعمل عملية انقاصة للوزن هيقل من ملعة الإنسولين استبعد الجزء من الأمعاء في عملية تحول المصار بيقل 70% من امتصاص السكرية والدهون تزين الهرمون كله بيتغير في صالح المريض طيب لو أنت بقى عندك سكر من النوع الأول يعني بقى عندك حل من اثنين حاجة من اثنين في معظم الناس اللي عندهم سكر من نوع الأول عندهم نحافة ما بينفعهمش ودول نسبة أصلا قليلة من الناس المصابة السكر 15% يعني هو الناس المصابة السكر من نوع الأول أصلا قليلين ودول هيبقى يعني نسبتهم قليلة فلو عندك وزن يبقى انت محظوظ هتستفيد ان شاء الله بس السكر مش عاروه خالص هتقلل الجرعات الإنسولين تماما وتلاقي حتى الجرعات المخيفة اللي أنت تخوتها قبل الوجبات لو نسيت وجبة يعني سكر مش تلاقي نفسك مضطرب مش تعبان يعني هتلاقي الجرعات قلت لنسب قليلة جدا وتلاقي السكر الهاسل بقى بتاعه وبتاع الكلا وبتاع الشبكية والأطراف والعصاب هتلاقي كل الحاجات دي ابتدت تتهزم بصورة طبية مزبوطة أرجو يعني ان انا أكون لميت الموضوع الكبير ده في جومة الصغيرة لو فيها أي سئلة يعني الموضوع ده أنا أحب يعني ان انا أوضح للناس كل الحاجات اللي تعلق به ولكن نصيحة أن الناس المصابة بالسمنة المفرطة عندك شوية وزن زيادة ما تتأخرش يعمل عمليات تحول مصار المعلومة الأخيرة بس عايز أقول يمكن تكون مفيدة مش كل الناس لازم تعمل تحول مصار لعلاج السكر مش لازم يعني أنت لو عندك سكر من النوع التاني وعندك وزن ممكن تعمل تكميم عادي خالص ما فيش مشكلة هو من ضمن العمليات اللي هي من ضمن الميتابلوكسيرجي أو عمليات علاج السكر بس بشروط يكون سكرك يعني ماشي على أقراص أو جرعة إنسولين قليلة يكون سكر يعني في حدود الخمس سنين يكون لسه المضعفات ما حصلتش يعني شبكية هتنازل وزنك وعتعالج السكر ومش لازم تعمل تحول مصار إذا كان الأمور أسوأ من كده ممكن تعمل بقى تحول مصار في أشد وأفضل يعني من تكميم المعدة في الناس اللي هم المتقدمين في العلاجات المتقدمين في المضعفات المتقدمين في السن يعني اللي حصلوا مضعفات من السكر السؤال تحويل مصارك عملية ده سؤال علمي كمان كيف تقيمها وإيه أكتر الحاجات اللي أنت ملاحظ أنه الناس اللي لازم تاخد بالها منها أثناء إجراء العملية أنا بتكلم كمان لشباب الأطباء أو للناس اللي لسه دخلين الفلد اللي لازم وبيتعلموا لسه النوعية دي من الجراحات إيه بقى بس أبديت يحضر كل المؤتمرات الطبية اللي بتعلقوا في جراحات السن منقل إن كل يوم في حديث يعني كنا زمان بنعمل على بعد 2 متر كاملين في معظم الناس ولقينا إن ده يعني بيحتاج لبيتها منزق أكتر ولقينا إن ده مش محتاجين إن إحنا نستبعد 2 متر كاملين ليه يعني؟ فبترينا نبقى في بعض الناس من المية وخمسين سنطي فقط متر ونص بس وأحيانا في جراحات السكر ممكن نقلل كمان يعني أنا أصلا مش داخل عشان ننزل وزن أنا داخل أعالج سكر ممكن أخلي المعدة أزيت شوية في الحجم أكل فيها بارتيحها أكتر النمر التاني إن أنا معملوش سوء امتصاص بصورة قد تكون ضرة لي حتى لو في وزن كبير جدا مش لازم إن أنا أستبعد يعني جزء كبير كما كان زمان طبعا عملية تحويل مصغر المصغر لها طريقة يعني هي مش لازم هي قصة معدى واطلع وتلاقي طبعا والله وبتتعرض في مؤتمرات طبية والواحد بيبقى مكسوف يعني إحنا بيجينا جراحين بتعرض حاجات عندنا في مصر يعني بيبقوا جايين يعني أحيانا بتبقى طريقة العملية نفسها أنت بتبقى مكسوف نتكلم يعني محد غريب وجاي يعرض حاجة أنت مش مفسوط لأن طريقة العملية نفسها أنت مش استدسفات بيها وده إحنا بيبقى عادين خلاص هنعدي الوقت وده أصحابنا وبتاع فنعرفه بعدين ما نحركش الضيوف يعني ما نحركش طبعا عملية تحول مصر المعدة المصغر لازم تبقى لها طريقة يعني long narrow pouch معدة طويلة تمنع رجوع العصار المررية الفوق ما أنت يعني هتأخرك في العملية استخدم دبسات اللي هي الفليكس ما أنت ربما يكون إمكاناتك المادية بتاعت العين ضعيفة فأنت مش قدر تشد دبسات بصورة مزبوطة وتستخدم الدبسة الليجيسي فتلاقي نفسك مش عارف تدبس المعدة بصورة لكن في دبسات يعني دبسات فليكس بتديك anglation محترم تقدر أن أنت تعمل بها أي حاجة يعني تقدر تطول حجم المعدة اللي عايزة تنازلها والله العظيم يعني يعني أنت عارف حاجة بقينا من كتر اللي أنت بتموت نفسك في سبيل أن أنت تعمل حاجة كويسة أنت بستخدم دبسة الفليكس وتاخد على بعد 2-3 سنطي بس من البيلورس وتشيز يعني difficult جدا أن أنت تعملها كروتين يعني في الحاجات فدي مش صعبة دي تفاصيل على فكرة علمية مهمة جدا في العملية دي حاجة مش صعبة في دبسات السجنية بديك anglation ده يعني anglation بيتلف كده يعني يمين شمال دي متخدمة جدا طبعا دي بقى ترياحك في إيه في أنه تعمل long nor pouch جميل طب أنا لو قصيت بالدبسة العادية لو تعمل المعدة بحاجة مصبوط طويلة طويلة اللي تبقى لبقيس الصحيحة عن المعدة دي طب أنا لو قصرتها أنا استخدمت دباسة مش مدين الأنجليشن المزبوط زي الدباسات الحديثة دي بتقص المعدة أنت تبقى قصيرة ويمكن عرضنا إشاعة قبل كده إن حجم المعدة أصلا قصير واحد بيشتكي من عصارة مررية بترجع في البق طبعا طبعا أنت عمل المعدة قصيرة اعمل ستي فليومترا تلاهي المعدة قد كده محتاج لعملية إعادة مش هتصلح بالعلاج يبقى إذن في حاجات فنية ربما الجراح يعني طبعا لازم أعملها باحترافية شديدة طيب أنا بعمل عملية تحويل مصاري المعدة كلاسيكي أنا مش عارة فأنا أعمل الوصلة اليالعالية عشان ما عاملش تنشن على العمعاء وقوم الخياطة تبقى صعبة ويعني خلاص ما تعملهاش لكن ما تعملهاش بطريقة لو مش عارف تعملها ما تعملهاش خالص عشان إنت لو سبت هي عملية تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي دي بعض الحاجات البسيطة يعني هي حاجات تفاصيل طبعا عن كتير تعويل مصاري المعدة الكلاسيكي هي قائمة على يعني تقليل كمية الأكل يعني البوتش طائلتها ما نفعش تزيد عن 30 ميلي 20-30 ميلي أقصى حاجة ما نفعش بقى تلاقي بقى موتش بوتش أو معدى جديدة حجمها 100 سنطر فأنت معارق العيان أصلا لن يستفيد من إنقاص الوزن لأنها أنت فقدت القيمة زي اللي عملية دي فعلا دي مرسومة كويس جدا في الانيميشن حلوة جدا معدى صغيرة يعني ما بتعملش العيان marginal ulceration لأن طول ما طول طول المعدة في تحويل مصاري المعدة الكلاسيكي بيعمل قرح في المعدة وبيفقد قدرته على restriction لأنها مش زي تحويل مصاري المعدة المصغر بيفقد قدرته على إنه ينزل وزن هي طريقتها هي restrictive هي قائمة على النقطة دي على تقليل المساحة بتاعت الطعام restrictive ركتب معناها أن أنا بقلل محتوى دخولة أكل وحاجة كمان هي تقليل كمية المعدة نفسها بتفضل أكل بسرعة جدا وتبقى مرتاحة جدا وجميلة جدا هي الطريقة دي هي مرتبطة بالصحة العامة للعملية لو ما عملتهاش أنت كده فقدت القدر تكميم المعدة هي ليست تكميم أنت ده أنا هي حاجة بقى أنت حضرت عين كويس واخترت له عملية كويسة ما عندوش ارتجاع شديد ما عندوش قيمته كويس يدخل بقى المعدة ما تسيبش قبة المعدة ما فيش دبوس فوق دبوس تحت لقى المعدة ملوية ما يكونش فيه ديء في المعدة فيه حاجات كتيرة طبعا لا يمكن حصرها في حلقة أو يعني لكن فيه فنيات التكميم الوحدة عايزة حلقات أنت تعمل فيها تحويل المصار المصغر محتاج فنيات يعني احترافية يعني حتى الوريانتيشن نفسه بتاع المعدة في تحويل المصار أنت ممكن تعمل عملية تحويل المصار ولونج نهارة باوتش جميلة وتعمل واصلة تقلب منه طبعا أنت ممكن طب وعدين يعني الموضوع ده يعني محتاج وبعدين العيانين مختلفين عن بعض ربما تلاقي عيان سهل وزن 120 و 150 كيلو طب ونت هتعمل إيه في وزن عيان 250 كيلو أنا هتعمل يعني ممكن مبارح كان عند عيان من ضمن العيانين هو كان وزنه 220 كيلو والحقيقة كان بطنه يعني جدار بطن سميك جدا ده كان العيان من ضمن العيانين اللي تعملت في واد النيل كان أخته جاي تعمل عملية معاي يعني المهم عادة تتذكر الحاجات هو العيان بيبقى هو والعيلة بتاعته بيبقوا منتظرين أن الجراح يدخل هي عملية تحول مسار بس جوست أن أنا هيتن رون أدخل أعمل عملية وفكرتوا يعني بالموقف أنه كان في حاجة وكان عملية ستراجلينج عضلات بطني يعني تخينة جدا وأنت بتشتغل في حاجة اسمها تورك أن المقاومة بين المنزار والجدار البطني ده محتاج يعني تغدير الرحلة كبطن كويس وحتاج أنت تكون محترف الغرزة اللي تخدها ما ترجعش فيها يعني عايزة قطوة يعني قدام فطبعا أهله كانوا أهله كتير يعني وناس على فكرة مهمة جدا وعادي منتظرين العملية يعني اللي أنت قلت لنا ساعة طبعا ما ينزل في الأسنسير وعيزة ربع ساعة وينزل عمليات ويتجهز وزني كم كان هو ما خدش ساعة ساعة لا وزني كم 220 كيلو 220 كيلو أه 220 كيلو أعيزين تحول المصار كده هي الأوزان المخيفة أه طبعا لا فيه فيه أعوزان تانية فهو التلتمية فهو التلتمية جراحي مساعد يعني مدرب تقنية حديثة أنت أي عملية تعملها يعني الوضع بس محتاج سيستم يعني ما باش عندك أي حاجة يعني تقعد تتفكر أنت تعملها جوال عملية أنت كل الحاجات كل الإمكانيات عايزة عدسة طويلة تكون موجودة تغدير محترف ما يقعدش يشدد لك البطن طول الوقت قصدي هي منظومة إذا لو فيه حاجة منهم مش موجودة هتلاقي فيه طبعا حاجات يعني عكسية هتتعزف فيها كجراح سؤال إعلامي تحويل المصار عند الناس عند الناس هو سؤال مش طبي هو سؤال إعلامي عند الشعب يقول لك أنتو بتحكوا عن تفاصيل كتيرة وتوصيلة وقطع هنا وبعد هنا نأخذ المعدة فيه ستيبس فدايما العمليات اللي فيها ستيبس وفيها خطوات ودايما تقولوا مش أي حد يعملها ده لازم خبرات لا يبقى هي دي بقى خلينا في العملية التانية اللي هي ما فيهاش كل ده ده معتقد شعبي عند الناس وفي دماغهم طب يعني معنى كده أنه النتيجة اللي هم وصلين لها يعني أمينة قوي ولا نسبة الأمان تختلف فحتة نسبة الأمان علميا ما بين تحويل المصار وتفنوية 100% اللي تنسيف ما فيهاش حاجة خالص هي نفس الوقت على فكرة تحويل المصار ما تفريش حاجة خالص مع الجراح اللي هو المحترف ولا حاجة خالص عملية بسيطة جدا هي يعني العادي الفبيعي خالص ما فيهاش ألأة خالص من الجانب التقني يسيبوه علينا احنا بنعمله كويس جدا انت بس يعني متابعة التعليمات لكن الجانب التقني ان شاء الله ما فيهاش أي حاجة خالص عملية تحويل المصار من العملات سيمبل جدا 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 هي بس احنا طول الوقت بنتكلم على الظروف الملأمة لإجراء العملية انت جراح محترف ومكان آمن المستلجة التطبية على أعلى مستوى خلص انت محتاج إيه يعني ده عملية تحويل المصار عادي اللي هي الطبيعي أقصد انه المعتقد العام احنا برضو عزر الناس لأن السوشيال ميديا والناس ما بتعرضش عليها حاجة كويس خالص أنا عندي الجروبات اللي هي المتابعات بتاعتنا عندنا جروب للصبورت كده بنتابع فيه العينين بتوعنا والعينين اللي مش بتوعنا أنا بشوف مقاسي يعني الناس طبعا ما بتعرضش على الحاجة الشكوى بتاعته فالناس ما بتشوفش اللي الجانب المظلم اللي هو وربما انت انت بتعرفش العامل ده عامل إيه أصلا ولا سنه قد إيه ولا عامل عند مين ولا يعني يمكن الدباسات المستقدمة فيه كانت إيه ولا المكان اللي هو عامل فيه العملية وهل التقنية دي مظبوطة ولا مش مظبوطة يعني طبعا احنا فيه عوامل متغيرة كثيرة جدا 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 وبص بس للشكوى من جانب ان دي عملية فيها شكوى لا طبعا الموضوع ما يتقسى كده انت بس ثبت الخطوات ثبت المكان ثبت الاسلوب نفس اللي بتعمل به العملية هتلاقي نتاك كويسة جدا واسأل الناس دول ايه الأخبار يعني يعني تلاقي ممكن يعني الجانب الكويس ما حتش بعرضه خالص هو الجانب بس اللي ايه المظلم الناس بتقول انا فما ينفعش نحنا نقيس عليه لان انا ما عرفش تبسكيه كتيرة جدا عن العيان لا مكان ولا الجراح ولا المدبسات ولا الام لا ما تعرفش سينه حتى لو انا جبت في برنامج مش محترف ده عمل مشكلة عمل مشكلة لناس كتير نموذج نادر ادري خس مثلا كان 150 كيلو وبقت 80 كيلو دي حلق نادرة دي مش علمية مفيش حد 150 يقدر يوبا 80 اه معظم اصبت بعمل تكميم هذا حتى لو انا شفت عينين من عندي اه ده في ناس انا عينين من عندي يطاعوا في برامج اه انهم لأدوية عينين من عندي انا شخصيا وبعتولي التيم بتاعي بعتلي الصور بتاعتهم الله يسمح يعني طبعا تعمل ايه يعني هو الفكرة الله يسمح عيني وعلى فكرة يعني الموضوع ده مش بس لبعض المرض يعني في بعض المشاير بتاهم الكلام ده انا عيني مش لازم اتكلم بالقصة دي وبرضو بيرفضوا انهم يقولوا انهم عاملين تكميم ايه المشكلة ده حاجة جراحية علاجية احنا لا ليست حاجة تجميلية على فكرة علاج مرض السمنة المفرطة هو تكميم او تحويل مصار او جراحات انقاصة الوزنة بالزرط بالزرط بالعكس في نجوم كبار هلو احنا عاملنا يعني قال ليه لان مشكلتهم بالعكس التنورتين شكرا ضيفي العزيزة القبلة المئة المتميزة والاسم اللامع فعز المجال استاذ الدكتور كريم صبري واستاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة عين شمس ومديل لوحدة جراحات السمنة مموسى شوادي النيل وزميل كله في الجراحين الملكية كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا كعادتين في الناس الحلو وخليكم معنا سحابة معنا من مشكلة السمنة لحد ما وزنه وصل تلتمائة وثلاثين كيلو ومن فضل الله ربنا كريمني بالدكتور كريم صبري واعمل لعملية تكميم المعدة بقى لنهاردة سنة واربعة شهور وخسات مئتين كيلو مش هقول لكم كمية المئتين كيلو فرقوا مع البنقادم ازاي من صحة وشكل وحركة ونشاط كفاية الحلو كان عنده السكر راعح الضغط ضربات في القلب الرئة كل ده راعح بفضل المئتين كيلو الواحد نزيلهم واستنون بأمر الله انا جاي النهاردة عشان اعمل عملية شد الجلد والطراحولات لان طبعا لما زلت مئتين كيلو حصل طراحولات وجلد في جسمي فانا جاي النهاردة ان شاء الله عشان اعمل عملية شد الجلد واستنون بأمر الله بعد العملية جديدة بشكل جديد اشتركوا في القناة